رح نحتاج للمقادير التالية بدنا ثلاثة كوب طحين أربعة بيض بدنا كوب زيت نباتي واثنين كوب سكر معلقتين كبار كاكاو معلقة بدنا ملون طعام أحمر معلقة بعدين بدنا خمس معالق صغار بيكينج باودر بدنا خمس معالق كبار حليب حليب باودر ولا سائل حليب باودر خمس معالق وبعدين نكسرها بمي بنشوف إذا بدها مي ولا لأ اوكي بس حليب باودر حشوة الريد فلفت كيك رح تكون 12 قطعة بسكوت اللي هو الشوكولاتة وكوب جبنة كريمة وكوب سكر ناعم هاي هي الحشوة اللي بدنا نحطها بالكعكة أو على الكعكة هلا انتي رح تخلطي لنا الكيك او رح نخلط الكيك انا قريضي عملي كيكة بس رح ارجيكم كيف نعملها سوا اوكي تمام بس هلأ هي فيها ثلاثة كوبة طحين لاحظت انه فيها خمس معالق باودر يعني الباودر كتير اه لانه هلأ هي دقيقة شوي الوصفة هيك بالضبط بدها للريد فلفت اه ها ما رح عادي اه يس خمس معالق صغيرة اه هس لدينا ونبلش كيف بدي استنى انا يا الله ما اسكري حتها الكريم وهاد اه ها 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 ه طبعا بإمكانكم تعملوها بالخلاط بس أنا زي ما دائما بقولكم بحب دائما كل شيء أعمل بإيدي اسماعي ما علموكم بالكلية في هيك اللي جابتوا بطرقوها على طرف الصحين وبعملوها بس هاي مع الخبرة بتيجي يا الله شكونا العجب إنو خبصنا الدنيا عشان تثبت معنا صحي دائما قال هيك بيكون كتير كفجرة بضربها بطرف الصحين بإيد واحدة بكون شوف قالك في أسير مسلا كرتونات بيت كامل تكون إمتنسة وهو بان وهلأ هنضيفك كوبين السكر تمام آه أنت بتحبي بإيدك تخلطيها ممكن على نعم تحب بإيدك ياس هلأ هنخفقها مضبوط هاي الطريقة البروفيشنال للخلط يعني ياس بنا نطقي الهوى بنفس الطريقة إذا بدأت تعملي هيك وهيك وهيك الهوى إلا ما تخبز الكاكة هتفقس باتجاه واحد دائماً أو حرف رقمات هلأ حنضيف كمية الفانيلا هنحطها معلعة قدي حط أنا فانيلا مش حطة هلأ أنا إذا سائل بحط معلقة كبيرة إذا باودر حطوا كمان معلقة ونص معروف أولي الفانيلا ما هي جزء من الكيك رأساً مع البيض هلأ حننخفقها مع البيض تماماً هنضيف كمية الزيت هون مكيلين كوب أعطي مكيلة أورادي كوس هنخرطو مع بعض هنضيف للطحين تدريجية ميسون خبور بتقول اليوم روان إبداع أمونا زاهدة صباح الخير بدها شربة السمك مع كريمة خلص قبل ما يبلش رمضان قبل ما نخلص إن شاء الله بركي الأسبوع الجاي أوكي أوكي وديان إبراهين بتقول يسلموا إيديك اليوم روعة ونزيه ربابعة بيقول تحياتي وشكرا للبرنامج الرائع لا يصعد صباحكم من عروس الشمال إربد أهلا وسهلا هلأ حطينا كمية الزيت لطحين بس رح نحط معها البايكينج باودر أوكي اللي هم الخمس معالق بايكينج باودر حنحط معها بكمية الكاكاو اللي هي معلقة حنخفض أوكي نحن نضل معنا أربع دقائق يلا تقريبا أوكي نضل إشي على الخلطة لا الخلطة جاهزة جبنا نضل بش الفود كالورينج يس بس حط الفود كالورينج لون الأحمر هي معلقة كبيرة أوكي نحن بدنا قدي معلقة كبيرة أحمر طبعا إنتو هلأ بقولكم كيف تكون لازم مزيج سمكه أنا تقريبا هيك بدية ما يكون كتير مراء أوكي ناشف شوي هي جامب شوي أوكي هكيك مخملية رد فلفت عشان هيك اسمها رد فلفت يس شايفك كيف رنده هلأ عندي أنا هون قالب كيك آها سأحط فيه زيت وطحين اسمعي بتفضلي زيت وطحين ولا الرش؟ هو صراح نفس النتيجة اتنين تنمحي لزاق بس الرش أحسن للا أنا ما رح يعطي زوانب على الكيكة فيس المتوفر بس أنا هلأ هذا الإشي اللي عندي بس عشان ما يطلع عندكم مثلا بواقي طحين وزايد على الكيكة الرش بيكون أسهل الرش بيكون أسهل تمام هندهن الكيكة بهذا الشكر أوكي تمام هنديرو آها بالأعلب أوكي أحمد الشرفات بيسلم علينا وأحلام علي راحط عليها الحلقة من أولها أحلام نقولك تقدري أكيد تحضريها على يوتيوب على رؤية داب تيفي بتروح على مطبخ رؤية وحطي روان تميمي اليوم عملت لنا سمك بسلسط الكريمة والمشروم والليمون ورد فلفت كيك تمام نصفتها هيك هلأ طبعا بدنا نحطها بالفرن نحمل الفرن على درجة 180 بعدين ندخلها على الفرن ونخليها 40 دقيقة كمان على درجة 180 أوكي طيب هلأ خلينا نشوف كيف بدنا نزينها بحشوة الجبنة ألاء التميمي ألاء أختك صح بتقولك صباح الورد أختي الشف الصغيرة حبيبتي هي في قطر وأنا عايشة أه مش هون من الدوحة بتسلم علينا السلام إلهم لو بنعتها للتوينز حبايبي أه قديش عمرهم عشر أشهر يم أحلاهم زي أنا عنده توينز على فكرة عنده توينز اسمها رزعن تدرس أرتس جد بتحكي لا لا أفدا بس نفس الصوت تخيلي يلا أوكي دل معانا دقيقة روان يلا بس هنخلط هلأ قلنا نحنا حكينا مقاطية الحشوة بدنا 12 قطعة بسكوت شوكولاتة بدنا كوب جبنة كريمية وبدنا كوب سكر ناعم يلا أنا بزا أجيب الكيكة الجاهزة هلأ بزا أجيب الكيكة بزا أجيب الكيكة هلأ البسكوت فكرت بدك تفتفتي جواتها؟ لا رح أفتفته بس رح أحط فوق هاي الطبعة اوكي اذا هاي نفس هاي العجيل الخلطة سكر ناعم و جبنة وبدو تحتي معهم أنا لم أحطهم بسكوت اذا هي سكر ناعم و جبنة زي هينا الكيك يا منحشي بقلبها منحط عوجهها زي ما بدنا وبعدين خلس نخلطها هاي سوري هلأ هي هاي أوريدي اوكي روان هنحط عليها الأوريو اها البسكوت البسكوت اه هو للتزين إنه طعمته كتير بتلبق مع الرد فلفت وبتلخشة جوة يعني هلأ هاي بقدر أنا أفتح طبقتين؟ اه يس قدر تفتح طبقتين وتحشي فيها هاي الحشوة مع البسكوت اه اوكي اوكي ممكن أصفت البسكوت مع الحشوة سوري او بتفتفتي أنا بفضل اتفتفتي عشان المتاكلية بتقدريت يعني تقسمي شكرا روان شكرا روان يسلموا إيديك حبيبتي لدينا الكيكة جاهزة